أكدت القمة العربية الإسلامية على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات التي تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع وأدان البيان الختامي للقمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية معربا عن رفضه تبرير الحرب الانتقامية على غزة تحت أي ذريعة أو توصيفها بأنها دفاع عن النفس